الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 حساس موضع عمود الكامات بدائرة الدخل العالي الصف الأول ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC مما يعني أنه يغطي جميع الماركات الموديلات بدءا من عام 2003 قريبا يبدو الرمز أكثر شيوعا في سيارات فولكس فاغن، كيا، هيوندي، شفرولي، تويوتا، وفورد ولكن أي مركبة يمكن أن تكون تأثر ستختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المحددة وفقا للسيارة يمكن أن تحتوي هذه المركبات على عمود كامات واحد في الكتلة أو أعمدة كامات علوية واحدة SOHC أو مزدوجة DOHC لكن هذا الرمز قلق للغاية بشأن الإشارة الواردة من مستشعر موضع عمود الحدبات B من البنك واحد المفقود عدتا عند بدء تشغيل المحرك، هذا خطأ في الدائرة الكهربائية بنك هاش واحد هو بنك المحرك الذي يحتوي على الاستوانة هاش واحد يستخدم PCM مستشعر موضع عمود الحدبات B لإخباره عندما تكون إشارة مستشعر العمود المرفقي صحيحة عندما يتم ضبط إشارة مستشعر موضع العمود المرفقي على الأستوانة رقم واحد للتوقيت، كما أنها تستخدم لمزامنة بدء حقن حاقن الوقود قد تكون الرموز P0365 أو P0366 حاضرة في نفس الوقت مثل P0368 الاختلاف الوحيد بين هذه الرموز الثلاثة هو المدة التي تستغرقها المشكلة ونوع المشكلة الكهربائية التي تواجهها وحدة التحكم في المستشعر الدائرة المحرك قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها حسب الشركة المصنعة ونوع مستشعر موضع عمود الحدبات وألوان الأسلاك الأعراض قد تتضمن أعراض رمز محرك P0368 مايلي افحص ضوء المحرك عند نزيف أو تموت الجرح ولكن قد يتم إعادة التشغيل إذا كانت المشكلة غير متناسقة قد تعمل بشكل جيد حتى يتم إعادة تشغيلها ثم لن يتم إعادة تشغيل الأسباب المحتملة عادة ما تكون أسباب هذا الرمز هي فتح في الدائرة الأرضية إلى مستشعر موضع عمود الحدبات بي فتح في دائرة الإشارة بين مستشعر موضع عمود الحدبات بي وبي سي أم قصير إلى 5 فولت في دائرة الإشارة إلى عمود الحدبات مستشعر الموضع أحيانا عيب عمود الحدبات مستشعر موضع الخلل اقصيرا داخليا للجهد إجراءات التشخيص والإصلاح نقطة البداية الجيدة هي دائما البحث عن نشرة الخدمة الفنية لسيارتك الخاصة قد يكون لدى الشركة المصنعة للسيارة فلاش إعادة برمجة PCM لتغطية هذه المشكلة ومن المستحسن التحقق من ذلك قبل أن تجد أنك قد سلكت مسارا طويلا خاطئا بعد ذلك حدد موقع كل من كامشافت وكرامشافت بوسيشن سينسورز بي في سيارتك الخاصة نظرا لأنهم يشتركون في دوائر طاقة ودائرة أرضية مشتركة ويركز هذا الرمز حول دوائر الطاقة والأرض في مستشعر موضع عمود الحدبات فمن المنطقي فقط التحقق منها لمعرفة ما إذا كان هناك ضرر لأي منهما مثال على صورة مستشعر موضع عمود الكامات بمجرد تحديد موقعه افحص الموصلات والأسلاك بشكل مرئي ابحث عن الغضب أو الاحتكاك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذاب قم بفصل الموصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفية الأجزاء المعدنية بعناية داخل الموصلات تحقق مما إذا كانت تبدو متأكلة أو محروقة أو ربما خضراء اللون مقابل اللون المعدني العادي الذي ربما تعتاد رؤيته يمكنك الحصول على بعض منظف الاتصال الكهربائي في أي متجر قطع غيار إذا كانت هناك حاجة لتنظيف المحطات إذا لم يكن ذلك ممكن فابحث عن 91% من الكحول المحمر وفرشات بلاستيكية خفيفة لتنظيفها بعد ذلك دعهم يجفوا في الهواء وإحصل على بعض مركب السيليكون العازل نفس الأشياء التي يستخدمونها لمقابس المصباح الكهربائي وأسلاك شماعات الإشعال ووضع بعضها حيث تتلامس الأطراف إذا كان لديك أداة مسح امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة وتحقق مما إذا كان هذا الرمز يعود إذا لم يكن كذلك فمن المرجح أن تكون مشكلتك هي الاتصالات إذا عاد الرمز فسنحتاج إلى اختبار المستشعر والدوائر المرتبطة به عادة ما يكون هناك نوعان من مستشعرات عمود الحدبات تأثير هول أو التقاط مغناطيسي يمكنك عادة معرفة أي واحد لديك من خلال عدد الأسلاك القادمة من المستشعر إذا كان هناك ثلاث أسلاك من المستشعر فهو مستشعر هول إيفكت إذا كان يحتوي على سلكين فسيكون مستشعرا لأسلوب الالتقاط المغناطيسي سيتم تعيين هذا الرمز فقط إذا كان المستشعر مستشعر هول إيفكت افصلوا الحزام المتجه إلى مستشعر موضع عمود الحدبات باستخدام مقياس الفولت أو مرقمي DVOM اختبر دائرة تزويد الطاقة 5 فولت التي تذهب إلى المستشعر للتأكد من أنها تعمل بالطاقة يؤدي الأحمر إلى دائرة تزويد الطاقة 5 V 12 V يؤدي الأسود إلى أرضية جيدة تحقق من مخطط الأسلاك أو الرسم البياني التشخيصي إذا كان هذا المستشعر مدعوما با 5 فولت أو 12 فولت إذا كان هناك 12 فولت إلى المستشعر عندما يجب أن يكون هناك 5 فولت فقم بإصلاح الأسلاك من PCM إلى المستشعر لمدة قصيرة إلى 12 فولت أو ربما PCM تلفن إذا كان ذلك جيدا باستخدام DVOM تحقق الاتأكد من أن لديك 5 فولت على دائرة إشارة موضع عمود الحدبات يؤدي الأحمر إلى دائرة إشارة المستشعر يؤدي الأسود إلى أرضية جيدة إذا لم يكن هناك 5 فولت إلى المستشعر أو إذا رأيت 12 فولت إلى المستشعر فقم بإصلاح الأسلاك من PCM إلى المستشعر أو مرة أخرى PCM تلفن محتمل إذا كان ذلك ناسبا فتحقق الاتأكد من وجود أرضية جيدة عند كل مستشعر قم بتوصيل ضوء الاختبار ببطارية 12 فولت للبطارية طرف الأحمر والمس الطرف الآخر من ضوء الاختبار بالدائرة الأرضية المتجهة إلى دائرة مستشعر عمود الحدبات إذا لم يضيء ضوء الاختبار فهذا يشير إلى الدائرة المشكلة إذا كان يضيء فاهتز حزام الأسلاك المتجه إلى كل مستشعر لمعرفة ما إذا كان وميد ضوء الاختبار يشير إلى وجود اتصال متقطع رموز مشاكل عمود الحدبات ذات الصلة P0340 وP0341 وP0342 وP0343 وP0344 وP0345 وP0346 وP0347 وP0348 وP0349 وP0365 وP0366 وP0367 وP0369 وP0369 ترجمة نانسي قنقر